ارتفاع بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية والمحروقات بنسبة بلغت 30% في عموم محافظات إقليم كردستان جاء بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز الصادر عن برلمان الإقليم وسط تحذيرات مما قد يأتي بعد تنامي المخاوف من احتمال حصول شحة في المواد الغدائية تأثيرات هذا القرار على أقليم كردستان يكون تأثيرات سلبية حدما لماذا؟ لأن إجبار حكومة أقليم كردستان بعدم التصرف بنفطها قد يؤدي إلى أن يقل عائدات النفط وكذلك الدخل وإرادات حكومة أقليم كردستان ولا تستطيع حكومة أقليم كردستان في هذه الحالة أن يقوم بالتزاماتها مقابل مواطنيها وكذلك العديد من المجالات الأخرى الموجودة في حكومة أقليم كردستان هذا الارتفاع في الأسعار استدعى عقد اجتماع طرئ للمجلس الاقتصادي في إقليم كردستان بمشاركة رئيس الإقليم ورئيس وزرائه إضافة إلى رؤساء هيئات اقتصادية عديدة للتباحث بسبل تخفيف وطأة الأثار الاقتصادية لقرار المحكمة الاتحادية على اقتصاد الإقليم خلص المجتمعون إلى جملة من الإجراءات ركز أغلبها على تعزيز الإيرادات المحلية لحكومة الإقليم هذه الإجراءات زيادة استحصال الضرائب من المستحقين أو المكلفين بدفع الضرائب بتقريص الإنفاق التبذيلي الزائد عن وجد وبالتالي تحقيق الاقتفاق على الإمكان حكومة الإقليم أكدت أن الحل يبدأ أولا بتشريع قانون اتحادي للنفط والغاز يفصل صلاحيات الإقليم وحقه في التصرف بثرواته بما يتماشى مع بنود الدستور الاتحادي إضافة إلى فتح قلوات للتفاوض مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى تفاهمات بشأن تأجيل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية لحين التوصل إلى بدائل عن العقود التي أبرمت مع الشركات العالمية التي جمدت أعمالها جراء قرار القضاء العراقي يوسف الحسيني الحرة أربيل